السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع أول شيء هنتكلم عنه بالفيديو هو خبر عاجل أعلنت عن الشرطة الألمانية هذا اليوم وهو اشتباه بحصول عملية تخريب خطيرة بقاعدة عسكرية ألمانية بمدينة كولن القاعدة اسمها يعني قاعدة كولن فان فلوكهافن يعني هذه القاعدة هي مطار تابع لسلاح الجو الألماني الآن المطار مغلق تماما لا يسمح لأحد من الخروج منه أو الدخول إليه التحقيقات كبيرة طبعا تم العثور على ثقب بالجدار الخارجي وآثار لوجود يعني ممر لدخول بشر للمطار بشكل غير شرعي وهناك حصل يعني بالقاعدة العسكرية بشكل مفاجأة اقتطاع لمياه الشرب الشبهة هي أن إبدادات المياه تعرضت للتخريب من قبل أيادة بشرية اخترقوا القاعدة العسكرية هل وضعوا شيء بأنابيب المياه بمحطة تصفية المياه التابعة بالقاعدة العسكرية هذا ما يجري التحقيق الآن بشأنه بهذه القاعدة العسكرية والمطار هناك أقسام مهمة من بينها أقسام تتعلق بسفر المسؤولين الألمان الكبار مثلا المستشار إذا أراد السفر والوزراء الحكوميين الآخرين موضوعنا التالي أصدقائي هل ألمانيا بلد آمن أم بيها جرائم خطيرة تجعلها تكون بلد غير آمن اليوم تقرير خطير وصادم يبين أن ألمانيا صارت بلد خطير جدا بالنسبة لهجمات السكاكين المتزايدة بشكل جنوني تسير بالشارع يهجم عليك مسلحين بسكاكين لأجل أن يأخذوا محفظتك أو جوالك أو شجار بسيط يتحول إلى شجار بالسكاكين قبل أن نفوت بالتفاصيل اشترك الآن بالقناة وفعل جرس التنبيهات فضلا وليس أمرا حتى توصلك الإشعارات أولا بأول حتى لا تشاهد فيديوهاتي بعد مرور يوم أو يومين وشكرا لمن سيضغط على زر الإعجاب هذا الشي ساعد القناة بشكل كبير وزارة الداخلية الألمانية تدخلت وهناك تشريعات جديدة حيتم المصادقة عليها للحد من هجمات السكاكين وهذا اليوم كل وسائل الإعلام الألمانية نشرت عن فقط ما حصل بـ 48 ساعة بألمانيا من هجمات بالسكاكين كمها لا يصدق من الحوادث اللي تحصل كل يوم بهجمات اعتداءات طعنات بالسكاكين وملخص لما حصل يوم 10 آب أغسطس وأحد عشر من آب أغسطس هو أنه أول جريمة في العاشر من آب أغسطس بالساعة الثانية فجرا أب عمره 47 سنة كان عائد إلى المنزل مع أولاده كان بمدينة هغنة بولاد شمال الراين فوقف بإشارة المرور حصلت مشاجرة بين عدة سائقين ذهب للمساعدة وأكل طعن خطيرة بالسكين بظهرة وجروح خطيرة جدا هو بالمستشفى الآن بالعناية المركزة ثانيا العاشر من آب أغسطس بالساعة الخامسة فجرا مكلنبوك فوبومن ثلاثة رجال يعترضون رجل كان يسير بممر المشات طعنوا بالسكين طرحوا أرضا خنقوا سرقوا جواله ومحفظته ثالث جريمة هي أيضا يوم 10 ثمانية يعني قبل كم يوم بالساعة الرابعة مساء بولاية بافاريا حصل جدال بين لاجئين بمكان استقبال أولي للاجئين بولاية بافاريا أحد الرجال من أجل إفباط موقفه بالجدال حمل سكين وطعن رجل عمره 49 سنة وأصاب إصابة خطيرة جدا بالجزء العلوي من جسده العاشر من آب أغسطس بعدنا بنفس اليوم السابعة مساء شجار بأحد المطاعم ورجل تم طعنه من قبل شخص سكران ومكان الطعن بولاية بافاريا خامس جريمة العاشر بن آب أغسطس ساعة العاشرة مساء ولاية هسن مطعم لمبوغ شجار بين رجلين أحدهم ضرب الآخر بزجاجة مكسورة وخنقه وحاول طعنه بالسكين والشخص المعتدى عليه لما حاول يتحرر من الهجوم الطعن وصيبه بجروح خطيرة سادس جريمة تخيلوا بعدنا احنا يعني مرة 24 ساعة من الاحصاء سادس جريمة العاشر من آب أغسطس بالحادي عشر مساء شجار داخل عائلة ألمانية عائلة كانوا جالسين ببار أحد المتخاصمين حمل سكين وطعن رجل عمره 30 عام السابع جريمة الحادي عشر من آب أغسطس الساعة الثانية فجرا ببرلين شجار جماعي أحد الأشخاص المشاركين بالشجار هكال طعنه بسكين بمنطقة الفخذ بعد ما أتت الشرطة عثرت عليه طريح أرضا وينزف دماء كثيرة الحادي عشر من آب أغسطس ساعة الثانية جريمة بولاية بغيمن رجال اثنين بالعشرينات من عمرهم تشاجروا اثنينهم كانوا محملوا سكاكين اثنينهم طعنوا بعضهم اثنينهم غرقوا بدماءهم ووقعوا على الأرض أتت الشرطة والإسعاف وأخذوهم إلى المشفى تاسع جريمة الحادي عشر من آب أغسطس ساعة الرابعة فجرا بولاد شمال الراين شجار بين مجموعة من الشباب كانوا مسلحين بالسكاكين من قلزين كيرشن هذه المدينة بشمال الراين عليها سمعة كبيرة أنه تحصل بها جرامة كثيرة لما أتت الشرطة هربوا كل الأطراف المتخاصمة هربوا وتركوا رجل طريح على الأرض يعني ملقى على الأرض يسبح بدماءها مطعون بالسكاكين طعنات عديدة عمره 36 عام عاشرا الحادي عشر من آب أغسطس هذه الجريمة العاشرة ساعة السابعة صباحا ببادن فوتنبيرغ شخصين أحدهم كان يحمل مسدس والآخر كان يحمل سكين اعترضوا شخص أمامهم أطلقوا رصاصة بالهواء وطعنوا بالسكين طعنات عديدة الضحية عمره 21 عام جريمة الحادي عشر بيوم الحادي عشر من آب أغسطس بولاية تورينغن رجل يطعن أشخاص مهرجان شعبي جريمة الثانية عشر بالحادي عشر من آب أغسطس ساعة الحادي عشر مساء لاحظوا يعني إحصاء ليوم الحادي عشر آب أغسطس رح ينتهي رجل عمره 38 سنة ببرلين عثر عليه منهار على الأرض وجسمه مثقوب وممزق بطعنات خطيرة بأجزاء متفرقة من جسده جريمة الثالثة عشر اللي هي بالثانية عشر من آب أغسطس في يعني شليس فيك هولشتاين رجل عمره 55 عام قلبت سيارته على الخط السريع الآزيبن وأثناء قدوم الشرطة لإنقاذه عندما حرروا من السيارة حمل سكين وحاول طعن ضباط الشرطة وبعدها هرب من مكان الحادثة ولم يستجيب لنداءات الشرطة فاللي صار أطلقوا عليه أطلقوا رصاصوا بالها وبعدين أطلقوا رصاصة على رجلة وأصابوا بمنطقة الفخذ العام الماضي طبعا توقف الإحصاء هنا يعني هي جرائم تحصل كل يوم عشرات الجرائم ولكن ما يتم إحصاءه هو الذي يهمنا العام الماضي 2023 حصلت بي 13,860 جريم الطعن بالسكين وهو ثالث عام على التوالي تزداد بيه جرائم الطعن بشكل كبير وهي الآن عند رقم قياسي غير مسبوق بتاريخ ألمانيا لو تلاحظون مسار ازديادة جرائم فهي ازدادت بعد وباء الكورونا وبعد حرب أوكرانية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية على ألمانيا ألمانيا موضوعنا التالي أصدقائي أول مذكرة اعتقال تتعلق بتفجير أنابيب الغاز نورت ستريم واحد واثنين بشهر سبتمبر بسنة 2022 تم تفجير خطوط الغاز الروسية نورت ستريم واحد واثنين اللي تزود ألمانيا بالغاز الروسي بكميات هائلة وبسعر رخيص وبعد التفجير كلنا شفنا التضخم والغلاء اللي صار بسبب توجه ألمانيا لمصادر أخرى بشراء الغاز أغلى ثمن بكثير مثل أمريكا والنرويج وتحويل الغاز من غاز يعني إلى غاز مسال من غاز طبيعي إلى غاز مسال هذه عملية مكلفة ماديا تضررت ثلاثة أنابيب من بين أربعة اللي تشغل الخطير نور ستريم واحد واثنين وكل الدول الأوروبية ببحر البلطيق عملوا تحقيقات وبعض الدول مثل الدنمارك والسويد وصلوا لنتائج معينة وفجأة أغلقوا التحقيق ما الذي توصلوا إليه لأحد يعلم ذلك ربما كشفوا طرف لا يراد للناس أو للرأي العام أن يعرف من الطرف المتورط المحققين الألمان استمروا بالتحقيق كون خطوط الغاز تعتبر جزء من السيادة الألمانية والبنى التحتية الألمانية المهمة جدا والآن مفاجأة كبيرة تم الإعلان عنها وتفاصيل جديدة المحققين الألمان أصدروا مذكرة اعتقال مذكرة دولية أوروبية بحق متهم بحادثة التفجير هو أوكراني اسمه فولودومير تسد هو رجل يعتبر مدرب غوص أوكراني جنسية لديه شركة غوص تنفذ رحلات غوص سياحية يقول المحققين الألمان أن الرجل الأوكراني كان برفقة مجموعة أشخاص أيضا أوكران شاركوا بتفجير خطوط الغاز الروسية اللي تزود ألمانيا بالغاز هي خطوط غاز يعني مهمة لألمانيا حتى لو ألمانيا مقارعة الغاز الروسي كونها جزء من سيادة ألمانيا فيقول المحققين أن الغواصين الأوكران ربما تلقوا معلومات استخباراتية ومساعدة من دولة أجنبية ما تم الإعلان عنها ولكن يعني كل الدلالة تشير إلى أنها بولندا حتى الآن فولودومير تسد الأوكراني يعيش بالعاصمة البولندية وارشو وهو استأجر يخت ببولندا كان مجهز بعدة التفجير مع فريقه بسنة 2022 اللي أخذت اسمها أندروميدا مذكرة الاعتقال هي الشيء الملفت للنظر تم إصدارها بشهر يونيو حزيران يعني شهر يونيو حزيران الماضي بشهر ستة الآن إحنا بشهر ثمانية وهي مذكرة أوروبية المفروض بولندا تتعاون مع ألمانيا وتجلب المتهم إلى ألمانيا ولكن السلطات البولندية بعد مرور شهرين على إصدار مذكرة ما تعاونت مع ألمانيا هل هذا دليل آخر على أن بولندا متورطة تريد إنهاء الغاز الروسي إلى ألمانيا كي يعني تنجبر ألمانيا على البقاء مع الدول المتعاونة مع أوكرانيا من كل النواحي موضوعنا التالي أصدقائي أفاد التقارير تفيد أن وزارة الداخلية الألمانية تسعى إلى منح جهاز الشرطة الجنائية البوندوس كريمينال أمت صلاحيات تفتيش المنازل سرا ووفقا للتقارير فإن هذه الصلاحيات يعني ما رح تمنح في كل الحالات بل في حالات استثنائية لأجل مكافحة الأرهاب وبحسب وسائل الإعلام فإن وزارة الداخلية تريد من شرطة البكاء من دوس كريمينال أمت أن يكون لهم القدرة على دخول المنازل وتفتيشها سرا وذلك يعني لكي يكافحون الأرهاب أو العمليات الأرهابية ويواجهون تحديدات الأرهاب الدولي وأوضحت مصادر أمنية أن الجهاز البكاء بحاجة إلى أدوات فعالة وحديثة بحاجة إلى صلاحيات أكثر حتى يعني يكون قدر أداء مهامة والتحديات الموجودة بالوقت الحالي وينص مشروع القانون على أنه تمنح الشرطة البكاء صلاحيات الدخول السري إلى المنازل كإجراء مصاحب للتفتيش الألكتروني مراقبة اتصالات المصادر أي تثبيت مثلا برامج تجسس على أجهزة الهواتف الذكية الكمبيوتر اللابتوبات بالإضافة إلى صلاحيات التفتيش السري للمنازل ومع ذلك فإن هذه الإجراءات المفروض حسب القانون الجديد المفروض لا تستخدم بشكل عام فقط بحالات معينة وفق القانون الحالي أصدقائي لما تريد الشرطة الجنائية البكاء شرطة مكافحة الجريمة لما تريد تفتيش منزل مشتبه به فلازم تلتزم بالبروتوكول والبروتوكول تم اعتباره نقطة ضعف فمثلا لازم يبلغون المشتبه يسمون الجريمة المنسوبة إليه وتحديد الأشياء المرادة البحث عنها وتقديم طلبه إلى الادعاء العام وإلى قاضي التحقيق بعدها يحصلون على موافقة يعني بين قوسيين المشتبه به أو الإرهابي رح يعرف قبل أن يفتشوا سبب رغبتهم بالتفتيش ولكن وفق التغيير الجديد صلاحيات الشرطة حتكون أكبر كل شيء حيصير بسرعة وبسرية من أجل ضبط الكثير من التحديات الخطيرة موضوعنا التالي أصدقائي خبر سار لملايين الأسر بألمانيا بسبب غلاء أسعار الإيجارات أو غلاء يعني المعيشة تعثر الناس بتزديد مبالغ قروض الإسكان إلى المصارف فاللي صار أصدقائي الحكومة الألمانية بوقت سابق أقرت قانون أموال السكن أو الفونجلد وهي عانة اجتماعية لمن يعمل وراتب قليل أو ضعيف بحيث ما يستطيع أن يدفع تكلفة الإيجار أو يتكفل بمصاريف المعيشة أو من متلكة أقصاط المصرفية تأتي هذه المساعدة كي تساعدها بالتخلص من أزمة السكن اليوم وزيرة الإسكان الألمانية كلارا جيوتس أعلنت أن الحكومة الألمانية قامت بزيادة مبلغ الدعم الحكومي لمساعدة الفونجلد ليصل إلى حوالي 30 يورو شهريا تم تخصيص مبلغ مالي قدره 720 مليون يورو سنويا لزيادة مخصصات فونجلد تقول وزارة الإسكان أن سبب زيادة الفونجلد هي تطور الأسعار المرعب بسوق الإيجارات وبالوقت الحالي يستفاد من هذه المساعدة حوالي مليونين عائلة بألمانيا يحصلون على مساعدة بالإيجار مساعدة فونجلد ومتوسط ما يحصل عليه أغلب الأسر مليونين أسرة أغلبهم يحصلون 350 يورو شهريا كمساعدة فونجلد ملاحظة مهمة هذه المساعدة ما تأتيك بشكل آلي لازم تقدم عليها وتم دراسة وضع العائلة المالي كم يدخل للأسرة كم تحتاج الأسرة بالمصاريف وتحصل الأسرة بالمتوسط 350 يورو أو إلى فوق الأربعمائة يورو إذا كانت الحاجة تتطلب ذلك بهذا الموضوع صاني للنهاية شكرا لحزن استماعكم مع السلامة